السلام عليكم معاكم دكتور حاتم هنتكلم في الفيديو النهاردة عن وصفة لزيادة وزن الطفل وصفة بنستخدمها للحالات المستعصية الاطفال اللي ما بتاكلش ولما بتاكل وزنها ما بيزيتش بنسميها الحل السريع للنحافة اللي بنقدر نستخدمها مع الاطفال عشان نجيب نتيجة سريعة في الاول الطفل يبدأ يستفيد كويس ووزنه يتحسن كويس تابعوا معايا الفيديو ده هتعرفوا فيه حاجات كتير كويسة في الاول ما تنسيش تعمل لنا لايك وشير لي الفيديو وتشتركي لنا في القناة لو لسه ما اشتركتيش وتفعال الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله وتنزيل ببص بصة في الوصفة تحت هتلاقي كل حاجة عننا ولو احتاجت اي حاجة سبيها في التعليقات وانا هحاول ارد عليك قدر الامكان ان شاء الله الوصفة اللي هنتكلم فيها النهاردة بتتكون من حاجات كتير الحاجات الاساسية فيها او الحاجات اللي هنتكلم عنها بتفصيل النهاردة التين المجفف والزبيب غير حاجات تانية هولوكوا بتتعمل ازاي وهولوكوا ازاي انها تتقدم للطفل ما باقي كده هنتكلم عن الانصرين الاساسيين فيها اللي هو التين المجفف والزبيب هنتكلم عن التين الاول ونقول ان تين دوت من الحاجات اللي فوجدها كتير جده فيه نسبة صعرات حرارية عالية تبيدي طاقة للطفل وبيجيب معنا مزان كويس وفيه نسبة الياف كبيرة قوي الالياف الكبيرة قوي دية بتساعد ان الطفل اللي عنده امساك يكون عنده سهولة في الاخراج وان الحمام بتاعه يخرج كويس. يعني احنا الاففال اللي بيبقى عندهم امساك مزمن دولت ممكن ميجيب تلات مثلا الحبات من التين المجففة في دولت ونحطهم في كوبات مية ونضرب الحاجات ديت مع بعض. كل يوم الصبح نشربه كده كم علاقة على غير ريء. اول ما يصحى. ده مع الانتظام عليه بيبدأ الاخراج عند الطفل يتحسن بنسبة كبيرة وما بيبقاش عندنا مشكلة في الامساك ده خالص. جربيها مع الطفل اللي عنده امساك هيجيب معاك نتيجة كويسة قوي. تاني هاجل طيب من الحاجات اللي فيها نسبة حديد عالية قوي. الحديد العالي ده بيعالج الطفل من الانيميا وبيخلي تركيز الطفل كويس. طفل اللي في المدرسة واستعابه بطيء عشان عنده او الكلام ده. لما بياخد الحاجات اللي فيها نسبة حديد عالية والانيميا دي بتتصلح عنده بيبدأ التفل ده استعابه يكون سريع واستعابه يكون كويس برضو الاطفال اللي منعيتهم قليلة لما بيكون نسبة الحديد في جسمهم كويسة وما بيبقاش عندهم انيميا المناعة بتاعتنا بتتحسن بنسبة كبيرة الثاني برضو فيه نسبة كبيرة جدا من الكلسيم فبيقاول عطمة بتاع الطفل والسنان بتاع الطفل وبيخلي النمو hoardبادنية بتاع الطفل كويس جدا بيدي الطفل طاقة بيحميه من الانيمية بيخلي الكالسيم في جسمي كويس غير ان احنا ساعات الاطفال اللي بيبقى عندهم عارض برد خفيفة كده شوية رشعة خفيف وكحة التيم من الحاجات اللي بتساعد ان الطفل اللي عنده رشعة وكحة ده يتحسم بنسبة فبرضو ممكن نديل الطفل هيساعد مع الادوية التانية ان buy or بتاع البرد او الكحة ده يتحسم معنا بنسبة كبيرة ده بنسبة للتيم تاني مركب اللي هو الزبيب الزبيب ده القصة تانية خالص. الزبيب ده اللي هو العنب المجفف. الزبيب ده اولا بيبقى فيه نسبة صعرات حرارية عليه قوي يعني نس كوباية الزبيب. تقريبا بيبقى فيهم متين وسبعتاشر متين وعشرين صعر حراري. تعرفين يعني ايه الرقم ده? الرقم ده من يعني احنا قصة في الاول وفي الاخر بتاعة زيادة الوزن دي يا جماعة. عبارة عن حزبة للصعرات الحرارية المفيدة للطفل بياخد. طفل مسلا وليكم محتاج الف صعر حراري في اليوم او الف وخمسمائة صعر حراري في اليوم. لو خد اقل من احتياجاته عمره ما هيزيد. ولو خد اكتر من احتياجاته مع الانتظام هيبدأ يزيد كويس. فاحنا معظم الاطفال مثلا اللي هم من عمر تلات سنين دولار بياخدوا تقريبا الف وربعمائة صعر لحد الف وتممائة صعر حراري في اليوم. نس كوباية الزبيب الوحدة ده فيها تقريبا متين وعشرين صعر حراري. فبيجيب معانا وزنه كويس وبتدي الطفل طاقة. بتدي الطفل طاقة عشان بيبقى فيها نسبة سكريات عالية. احنا نس كوباية الزبيب دي فيها تقريبا سبع وعربعين جرام كده من السكر الطبيعي. فبتبقى من الحاجات الكويسة. فالزبيب من الحاجات اللي بتخلي الوزن بتاع الطفل يتحسن بنسبة كبيرة قوي بتخلي الطفل نشيط وعنده طاقة. غير ان الزبيب اصلا من الحاجات الفاتحة للشهية. يعني احنا ما بندي الزبيب للطفل ده بيساعد ان يتقبله للاكل يكون كويس. وبمنعه كمان ان هو يبدأ ياكل بقى السكريات والحلويات والحاجات التانية. فالطفل اللي عنده فقدان في الشهية دوت بنبدأ ان يدي له زبيب بيساعد ان الشهية عنده تتحسن بنسبة كبيرة. فدي الفائدة التانية ان خلي الطفل يرضى ياكل. تالت حاجة بيبقى فيها نسبة كالسوم عالية قوي فيها نسبة ماغنيسيوم عالية قوي بتساعد ان العظم بتاع الطفل والسنان بتاع الطفل يكون كويس. غير ان هي الطفل لما بيأكل للزبيب بتكون طبقة حامية كده بتاع قاوم البكتيريا اللي موجودة في السنان وبتمنع تكوين البلاك وبتحمي ان سنان الطفل دي يحصل فيها تساوش او حاجة زي كده. فدي برضو بتبقى حاجة مفيدة جدا للزبيب. غير ان بيبقى فيه نسبة حديدة عالية برضو بيعالج الانيميا. بيبقى فيه مضادات اكسادة كتير بتخلي الطفل ده منعته كويسة والقاوم الامراض بنسبة كبيرة. فيه فوايك كتير او الزبيب. من الحاجات المفيدة جدا للطفل ان انت لو قدمتها للطفل برضو بصفة مستمرة هتجيب ميزان كويس وهتدي معانا صحة كويس. يبقى اول مركبين قلنا التين المجفف والزبيب. تعالوا بقى نشوف الوصفة دي بتتعامل ازاي. وبندنع نقدمها للطفل ازاي. الوصفة دي عشان نعملها هنجيب كبايتين لبن حليب. احنا يا جماعة لبن الحليب ده. احنا بنديل الاطفال الاكبر من سنة. الاطفال الاصغر من سنة ممكن نعمل الموضوع ضب مية ونستغنى شوية عن اللبن الحليب. انتفاقنا? هنجيب اللبن الحليب دوت. وحنبدأ نجيب كبايتين من اللبن الحليب هنجيبه فول كريم كامل دسا مش هنجيب ده. وهنجيب برضو حوالي خمس معالق كبار كده من اللبن المجفف. زي نيدو مثلا اللبن اللي هو بعد المرحلة اللي هو المرحلة التالتة اللي هو بعد السنة. فاحنا هندي كبايتين لبن حليب وهنجيب خمس معالق تقريبا من كبار من عسل النحل اللي هو العسل اللي هو عسل النحل يعني. وبنجيب اه كم قطع كده من التين المجفف مثلا خمس قطع من التين المجفف. ونبدأ نضرب الخليط ده مش ان هو يبقى عصير هنضرب الخليط ده في الخلاط مع بعضه بحيث ان هو يبقى زي كريمي كده زي عجينة كده او كريمي يعني يتاكل بالمعلقة مش ان هو يتشرب في كباية فاحنا كباتين لبن ثلاث معالق كبار من اللبن الحليب المجفف. وثلاث معالق كبار من العسل النحل ونسقه بيت زبيب وخمس مسلا قطع من التين المجفف ونضرب الخليط ده في الخلاط لحد ما يبقى قليط زي عجينة ونبدأ نضي للطفل يوميا معلقتين معلقة الصبح ومعلقة بالليل. ده الطفل مسلا اللي هو من سنة لتلات سنين. لاتطلق اكبر شوية ممكن من بعد التلات سنين نضي مسلا معلقتين معلقتين الصبح ومعلقتين مسلا اخرى النهار. الحاجات دي مع الانتظام عليها هتجيب معيك وزن نهاية للطفل. وهتجيب صحة كويسة. والمعلقتين اللي بندينهم للصبح للطفل على غير الريق دولة. هيفتحه نفسه بقيت اليوم ان هو ياكل كويس. فمهم جدا كمان يا جماعة في الوصفات اللي احنا بنقولها ديت. ان الطفل لما ياخدها ياخدها وياكل. مش ياخدها بس. يعني انت لو جربتي الوصفة دي قدتي للطفل معلقتين الصبح ومعلقتين بالليل وبيت اليوم مكلش حاجة خالص احنا ما عملناش حاجة. طفل عشان يزيد معيك كويس الوصفات دي بتبقى جنب الاكل. يعني لازم الطفل ياكل واجباته الاساسية. فطار غدا عاشة اتنين سناكس في النص. وبالمرة كده نديله الوصفة اللي احنا بنتكلم فيها. كده طفل يزيد كويس وتبقى صحيته تمام. لكن ندي الحاجات دي بس وبيت اليوم ما نهتمش. باكل الطفل احنا كده ما عملناش حاجة والطفل ما استفادش بحاجة خالص. واحنا كده يعني ما اخدناش اللي احنا عايزين. احنا قلنا الطفل ده محتاج مثلا الف وربمائة سعر. هو قافله وستمائة سعر. لازم يديها له بالزيادة عشان الطفل يبدأ يجيب ميزان. لو انا بديت له معلقتين من هنا ومعلقتين من هنا حاجات مثلا فيها تلتمائة ربعمائة سعر حرارة وبيت اليوم ما جابش الالف وستمائة سعر اللي هو عايزهم. احنا كده ما عملناش حاجة خالص. الاكل يا جماعة سلوك. لازم تعرفي ان الاكل سلوك. يعني دي عادية الطفل ما تعود عليها عشان الطفل يبطلها بياخد وقت شوية. ما تنتظريش ان انت ما تيجي الطفل اللي ما بيخلش معاك خالص ده لما تيجي تجرابي معا حاجة يوم اتنين تلاثة هتلاقي الطفل تمام. لا. هيتيبك شوية. عايز منك شوية صبر. عايز منك شوية تصميم. احنا قلنا ان الاكل ده سلوك. على حسن ما الطفل ما تعود. عشان الطفل يغير التعود اللي هو ماشي عليه ده هياخد معنا وقت شوية. بس في الاخر هيتعود على النظام اللي احنا عايزين نماشي عليه. مهم جدا تحطي النقطة دي في دماغي. الحل السهل اللي هي معلقة كده ياخدها الطفل يبقى صفاح اكله ويخلص كل حاجة. فيش الكلام ده. لازم سلوك ونظام اكل تمشي عليه مع الطفل عشان السلوكياب بتاع الطفل دي كلها تتغير. والطفل يبدأ زينه يتحسن. في الاخر بقى لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا لايك للويديو. تشتركونا في القناة وتفعلو الجرس عشان نشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. تنزلوا بصوا بصة في الوصف تحت. هتلاقي كل حاجة عننا. ولو احتاجتوا اي حاجة تسيبوها في التعليقات. وانا حاول ارد عليكي قدر الامكان ان شاء الله. جربوا الوصفة دي مع الاطفال. تزموا عليها اسبوعين. بعتولي في التعليقات تحت. تقولوا لي عاملت معاك وايه? طفل استجاب ليها ولا لا? حبها ولا لا? لو في اي كومنت او في اي حاجة عايزين تستفسروا عنها اكتبوها في التعليقات. وانا حاول ارد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. شكرا لكم وكل سلام انتم طيبين.